تحية طيبة وأهلا بكم إلى صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والإقليمية بعد فاصل قصير أهلا بكم والبداية من صحيفة صوت كردستان ونقرأ فيها مقالا بعنوان أشواك في الطريق للكاتب منصور صناطي يقول فيه كان العراق خاليا من المخدرات تقريبا عندما كانت عقوبة المتاجرة بالمخدرات هي الإعدام ولهذا قل ما كنا نسمع بمشكلة المخدرات ولكن للأسف الشديد الآن الوضع اختلف بشكل مخيف حيث قال مصدر من وزارة الداخلية أنه في هذا العام تم إلقاء القبض على 230 شبكة تجارة مخدرات منها 27 شبكة دولية لأكثر من 150 تاجرا دوليا فأغرق العراق بالمخدرات وأكثر الأنواع هي الميثا مفتامين والكريستال الآتي من إيران وأفغانستان والكيبتغون المصنع في سوريا ليغرق دول الخليج وحتى أصبح إلقاء القبض على شبكات المخدرات بشكل شبه يومية تقول رئيسة مؤسسة عراق بلا مخدرات السيدة إيناس كريم إن إجراءات الداخلية غير كافية للحد من هذه الظاهرة الكارثية المخيفة تحتاج إلى الضبط الحدود مع الدول الجوار ووجود أجهزة متطورة للكشف عن المخدرات بأنواعها والعلاج لا يكمن بإلقاء القبض على التجارة بل بعدد المتعاطين والمدمنين ففي النصف الأول من هذا العام استقبل المركز أكثر من 700 حالة بينهم 45 فتا وهذا رقم كبير فيما تحتل البصرة وميسان مركز الصدارة إن كافة الإجراءات المتخذة تعتبر خجولة وغير كافية وكذلك ضعف التوعية الجماهيرية من قبل منظمة المجتمع المدنية والدولة بمخاطر المتاجرة والتعاطي والإدمان والترويجي لها وفي العام الماضي اعتقل 19 ألف متهم وقتل 17 تاجرا وتم ضبط ثمانية أطنان من المخدرات وثمانية عشر طن من المؤثرات العقلية واعتقل أكثر من 144 تاجرا دوليا وسبدة الكلام فإن هذه صورة محزنة لما وصل إليه الوضع الذي ينذر بكارثة اجتماعية تستوجب سن قوانين رادعة وإنزال أقصى العقوبات بالمتاجرين وأن تبدل جهود مضنية وحثيثة للتوعية وضبط الحدود والتحذير من مخاطر التعاطي لهذه السموم التي تقتل الشباب المنتجة في الصميم وإلى صحيفة الكاردينيا والتي نشرت مقالا بعنوان جسر بزيبز وصمة عار في وجه الحكومة الطائفية للكاتب أحمد العبدالله يقول فيه سيبقى جسر بزيبز حاضرا في ثنايا الذاكرة الجمعية لأهل الأنبار وأهل السنة عامة وستتوارث الأجيال القادمة ذكره من جيل إلى آخر كشاهد على إجرام الحكومة الطائفية ضد أبناء شعبها فمآسي جسر بزيبز ستظل وصمة عار في الوجه القبيح لحكومة حيدا العبادي التي غلقت الأبواب أمام الهاربين من سكة الأنبار خلال موجة النزوح الكبيرة التي شهدتها المحافظة في منتصف 2015 بعد أن خذ لهم الجيش الحكومي وفر أمام بضع مئات من مسلحي التنظيم وتركهم لحال سبيلهم فلم يجدوا من ملجأ سوى التوجه لعاصمتهم بغداد بعد أن تقطعت بهم السبول السلطات الحكومية في بغداد وبدلا من أن تستقبل هؤلاء النازحين وتسهل لهم المرور فإنها رفضت السمح لهم بالدخول إلا بكفيل من سكنة بغداد وعند عبورهم للجسر بعد انتظار طويل وجهد جهيد لم توفر الجهات المعنية بملف إغاثة النازحين أي مساعدات لهم فلا مخيمات تؤويهم ولا طعام يكفيهم ولا علاج يشفيهم ولا راحة تخفف عنهم العناء وتحت حرارة الجو القتل وسط فوضى وحرب نفسية وإهانات وشتائم واتهامات للعوائل باحتضانهم الإرهاب أكدت لجنة حقوق الإنسان النيابية حدوث العديد من حالات الوفاة عند الجسر بسبب الحر الشديد والجوع والعطش ولكن المستهجنة أن حيدر العبادي وصف كل تلك المآسي والكوارث بأنها تهويل إعلامية فشتان بين تلك المعاملة الشائنة التي لاقها النازحون والمهجرون من السلطة الطائفية وقواتها الأمنية وبين آلاف النازحين من لبنان فقد استنفرت السلطة الحاكمة كل جهودها وإمكانياتها لتسهيل دخولهم للعراق وتهيئة كل أسباب الراحة لهم ووجهت جميع المنافذ الحدودية البرية والجوية لتسهيل العبور وإلى صحيفة كتابات حيث نشرت مقالا بعنوان حول النهب الخطير لثروة الشعب العراقي للكاتب نجم الدوليمي جاء فيه أصبح الفساد المالي والإداري في العراق المحتل اليوم سرطانا ينخر بجسم المجتمع والاقتصاد الوطني ويمكن القول أنه خرج من إطار منظومة السيطرة القانونية لأن هذا السرطان يبدأ من قمة السلطة حتى أدناها وبالتالي فإن النظام الحاكم في العراق أصبح عاجزا عن مكافحة هذا السرطان القاتل سواء أكان بشكل مباشر أو غير مباشر فالسرطان ينمو بشكل علني ومباشر وواضح وسريع وأن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تتفرج على انتشار هذا المرض فالسلطة التنفيذية تتحجج بغياب المال وليس لديها إمكانية تعيين الخريجين العاطلين عن العمل مع أن واردات العراق من المشتقات النفطية سنويا نحو 16 تريليون و 200 مليار دينار عراقي فأين تذهب وفي جيوب من؟ يتساءل الكاتب عن دور السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية من هذا الفساد المالي والإداري الكارثي وأين إيرادات الهيئة العامة للضرائب؟ أين إيرادات وزارة الاتصالات وشبكات الهاتف النقال؟ أين إيرادات هيئة الاتصالات وشبكات الانترنت؟ أين إيرادات المنافذ الحدودية ودوائر الجمارك في جميع المنافذ؟ أين إيرادات المطارات والخطوط الجوية العراقية؟ أين إيرادات أمانة بغداد؟ أين إيرادات دوائر التسجيل العقاري في عموم العراق؟ أين إيرادات وزارة الكهرباء ودوائر المرور العامة وغيرها الكثير؟ والعراق يخسر سنويا أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي من مزاد بيع العملة في البنك المركزي وضيعوا نحو ملياري دولار أمريكي سنويا في كوميشينات وزارة التجارة إن هذه المعلومات نشرت من مصدر رسمي وبالاسم والدرجة الوظيفية فعلى الشعب العراقي وقواه الوطنية أن تطالب بالتحقيق بهذا الهدر المالي والفساد الإداري كونها ظاهرة خطيرة وباستمرارها سيتم نخر وهدم وتخريب المجتمع والاقتصاد الوطني وإلى صحيفة العرب الجديد حيث نشرت مقالا بعنوان لمن يرفضون المقاومة ما رؤيتكم للكادم أسامة عثمان جاء فيه تستمر حكومة الاحتلال في استثمار الغطاء الدولي الأمريكي لتحقيق أهداف تتعدى الرد على هجوم 7 أكتوبر 2023 ولتحقيق أهداف مبيتة لتصفية القضية الفلسطينية وفرض نفسها على المنطقة العربية بنسختها الجديدة دولة يهودية لا تقبل بأي كيان فلسطيني أو بالشعب الفلسطيني أو بأي قوة قد تعوق أو تهدد ولو مستقبلا تلك الطموحات الواسعة الأحادية وبالدعم الأمريكي المالي والعسكري وبالتأييد الداخلي الكافي تبدو إسرائيل قادرة على تحمل هذه الوتيرة من الخسائر الاقتصادية وفي أرواح جنودها وفي المقابل لا تقتصر على استهداف التشكيلات القتالية المقاومة في غزة بل إنها وبالذات في قطاع غزة تعمل لتدمير الحياة في البنية الاجتماعية ومرافق الحياة كلها تنضي في هذه الحرب المطلقة متعجلة الأهداف ما دامت الفرصة السانحة والغطاء الأمريكي مفتوحا في غزة كما في لبنان فيما هذه المنظومة الدولية العربية تستبطن هدفا متقاربا هو إقصاء هذه الأداة المقاومة من الصراع مع ما يستتبعه ذلك من حرمان الفلسطينيين والعرب من أي من أدوات الضغط والسؤال للعرب المتناغمين مع هذه الحالة ما مقتر حكم البديل لتحصيل حد أدنى من الحقوق الفلسطينية والعربية من أنياب حكومة بالغة التطرف واليمينية هل تقدمت جهودكم خطوة واحدة إلى الأمام سوى مصالحات انفرادية تقبل إسرائيل بما هي عليه من دون أي التزام فعلي أو حتى قولي بوقف خطة ضم الضفة الغربية؟ هل احترمت حكومة بن يمين نتنياهو المبادرة العربية للسلام وهي تعرض على دولة الاحتلال التطبيع الكامل في مقابل الانسحاب من الأراضي المحتلة عام سبعة وستين وكيف سيكون شكل الأرضية التي تتعاملون مع تلك الحكومة وحلفائها على أساسها بعد هذه التحولات العميقة كلها في إسرائيل والحاصل أنه فيما ينصب الهجوم العربي على حركات المقاومة وخيارها لا يتذكر أصحاب هذا الناهج أن يفسحوا لنا عن رؤيتهم للسرع وإلى صحيفة الشرق الأوسط التي نشرت مقالا بعنوان موسم النزول إلى الوحل للكاتب ممدوح المهني جاء فيه قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية يشتد القنص المتبادل بين المرشحين دولاند ترامب وكمال هاريس فقد سخر ترامب من فرقعة ضحكاتها وعدها غير جديرة بالمنصب ومناطحة شخصيات قوية مثل فليدامير بوتين وشي جينجينج لكن هاريس لم تتردد في وصفه بالفاشي بعد حديث رئيس موظفي البيت الأبيض السابق جون كيلي أن ترامب معجب بهتلر ويروق له الولاء المطلق من جنرالاته له وقال إن الزعيم النازية فعل بعض الأشياء الجيدة ومع الأميال الأخيرة ينزل الجميع في الوحل ويستخدم الجميع كل الحيال الرخيصة للنيل من الخصم فها هو بايدن يصف أنصار ترامب بالقمامة ولم يتردد ترامب باستخدام هذه الهفوة لرصيده عندما قاد شاحنة جمع القمامة وقاد للصحفيين وهو يرتدي سترة العاملين شاحنة القمامة تكريم لبايدن وهاريس سنشهد في الأيام المتبقية مزيدا من الهجوم الشخصي المقزز والإدعاءات المسمومة في معركة لا تعترف بالقواعد والمفارقة أن كل هذا الهجوم الوضيع من الطرفين يأتي بعد الأحاديث التي قالها البعض وهي أن محاولة اغتيال ترامب ستغير من المشهد وستجعله أكثر تهذيبا ولاياقا ولكن الوقع أن العكس هو الذي حدث فلم تمر سوى أيام من الهدنة ولكنها خرقت سريعا وهو أمر متوقع والسبب أن طبيعة العملية السياسية تغيرت بعد دخول عناصر كثيرة ولا يمكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء مع أن الخلافات قديمة بين الجمهوريين والديمقراطيين المحافظين والليبراليين واليمين واليسار فإن التحولات السياسية والإعلامية والتقنية أججتها فهل كان من المنتظر أن تصعد الظاهرة الترامبية قبل أربعين عاما على الأرجح لا لأن الحزب القوي الذي يحرك القواعد الشعبية ويسيطر عليها سيلجمه ويمنعه من الترشح سابقا كان الحزب أقوى من الفرد ولكن مع ظهور طاهرة الفرد الناجم أصبح الفرد أقوى من الحزب فالحزب أصبح بحاجة إليه وليس العكس والآن نبقى مع فقرة الكركاتير موسيقى 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 ويقع Schneemoun عملاقة حيث يحتضن فندق ومضحف كراونس سرائي في ولاية قونيا وسط تركيا عثنا إثني عشر نوعا من العطور الأصيلة وبعد أعمال تنميم استمرت ثلاثة أعوام إفتتحت بلدية قضاء قارطايف في قونيا منتصف 2024 فندقا ومتحفا كراون سراي والتي تعني الخان الذي يبيت فيه المسافرون والقوافل وفي منظر يطل على مشهد فوهة قز أوران التي يبلغ قطرها 228 مترا وعمقها 171 مترا شيد الخان قبل 800 عام خلال فترة الدولة السلجوقية ويصدف حاليا قطعا تاريخية بشانب الغطور الأصل والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسبب الاشتركوا في القناة بالإشتركوا في القناة والشتركوا في القناة وهي أكثر المعنوية ويقوموا في القناة ويستمر في القناة ترجمة نانسي قنقر ونقوم بإعادة ونقوم بإعادة ونقوم بإعادة الوحيدة المحافظة إلى المساعدة المحافظة والمحافظة لأن هذا يمكن أن يكون محافظة حياتي بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من صدى الأقلام شكرا لكم على طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة